قبل الفاصل وقبل المباشر كنا نتحدث عن المقترحات التي جاءت أو أهم المقترحات التي جاءت في مشروع قانون العقوبات ومن بينها نجد تشديد العقوبات في جرائم التصوير وأيضا الوضع تحت المراقبة الإلكترونية نعم جاءت بعض النصوص قانونية جديدة تتعلق بالعقوبات التكملية أو العقوبات البديلة تتعلق بالعمل لصالح النفع العام وكاين السواء الإلكتروني هنا فيما يتعلق بالعمل لنفع العام نقوله هذه نص قانوني جديد يتكلم بالنسبة لبعض العقوبات أنه كما نقوله هنا في مكان السيجن أو التقييد من الحرية يروح المجني عليه يعمل لصالح النفع العام سواء لجمعيات المعترف لها بالمنفع العام أو أهيئات أخرى عمومية هذه النص المادة يحيننا أنه حاليا نحن كانوا تكلموا على شهادة ثوابق العادية أنه المواطن كان سبق له وتعرض العقوبة أو ما شابه يقدر يعمل في المؤسسات ولكن كانت صدرت هناك تعليمة على ما أعتقد تلزم المؤسسات أنها لا تطلب شهادة ثوابق العادية ولكن في الواقع الحقيقي أنه كل مؤسسة يقدم طالب العام تطلب له شهادة ثوابق العادية لكن كنا نرجع لهذه النص المادة هذه بمفهوم مخالفات تلزم أن المؤسسات أن الشخص الذي يتعرض لعقوبة أنه يخدم لدى المؤسسة حتى وعنده عقوبة سالبة الحرية أو استبدلت بالنفع العام بمعنى أن هذه شهادة ثوابق العادية أكيد مستقبلاً ستلغى من الوتائق المطلوبة لدى العمل كذلك فيما تعلق بالسوى الإلكتروني الذي كانت تنظم سابقاً ولكن في مشروع القانون العقوبات الجديد نظمه في إطار منظم فيما يتعلق بالناس التي تستفاد من السوى الإلكتروني وما شابه هذه كذلك راح تنقص من العبء في المؤسسات العقابية خاصة تعلمي أن نسبة الجرائم ارتفعت بعادة كبيرة المؤسسات العقابية راحي مكتضة وكل هذا راحي نقوله بأنها تمثل بخزينة الدولة لماذا؟ لأنه نحن نتعلم داخل مؤسسات هناك عمال هناك الأكل الشرط على المساجين وغيرها من المستلزمات التي تصرف منهم الدولة وبالتالي كي تكون هذه العقوبات البديلة أكيد راح تنقص من عبء المؤسسات وإحنا كمنتدى الحقوقيين كنا قدمنا مقترحاتنا فيما يتعلق بمشروع القانون العقوبات سابقاً لدى اللجنة القانونية لدى البرلمان كذلك كنا تكلمنا ما يتعلق بنظام الكفالة أي أنه المجني عليه يدفع كفالة عن كل يوم متواجد بحرية كنا تمنين أن هذا القانون يتناولها لأنه نقوله بأنه نظام الكفالة ومعمول به في جل دول العالم تمنين نحن كذلك يسن في هذا القانون ولكن يبقى الأمل موجود في تعديلات أخرى مستقبلة إن شاء الله إن شاء الله كانت تعدكم لقاءات وجلسات استماع مع أعضاء لجنة شؤون القانونية وش هي المقترحات التي قدمتوها أنتم كمحامين وكخصائيين في شركة القانونية سيفة عمّة مشروع القانون العقوبات كنا في فترة سابقة نقشنا قانون العقوبات وقانون إجراءات الجزائية لدى لجنة القانونية لبرلمان فيما يتعلق بقانون العقوبات جل التعديلات التي جاءت سليمة تحمي الضحايا تمش بالحقوق وبحرية المواطنين إلا أننا كنا قدمنا بعض الإضافات فيما يتعلق بالعقوبات البديلة كذلك كان لدينا تحفظ على بعض النصوص القانونية فيما يتعلق بإضافة حماية للقوة العمومية وغيرها ولكن في المجمل كانت نصوص لا بأس بها كذلك كنا تكلمنا فيما يتعلق بحماية الضحايا المشروع جاء بنصوص قانونية جديدة أنه تمنع المجني علي أنه يتصل بالضحية نحن تعرف في بعض الأحيان جيران أنه واحد يشتكي بالآخر يعود يقول لي ليه يبدأ يهدد فيه لأنه القانون منح السلطة للنيابة العامة وقد يتحقيق قادي الحكم أنه يصدر تعليمة أنه هذا المجني عليه ما يتصل بالضحية تقدر تصل حتى ثلاث سنوات نعم في السيق الحديث عن مشروع قانون المعدل لقانون العقوبات يعني هذا القانون أو مشروع قانون هذا تضمن إجراءات غير مسبوقة يعني إجراءات جاءت لأول مرة من بينها السوار الإلكتروني من هم المساجين الذين يحق لهم الحصول على هذا السوار؟ السوار الإلكتروني كما تكلمنا كان منصوص عليه في قانون تنظيم السجون سابقا ولكن لم يفعل لكن في قانون العقوبات الحالية جاء بمعطايات جديدة ما تعلق بالمجني عليهم اللي يكونوا أول مرة أنهم تعرضوا العقوبة أو متابعة قضائية خاصة أننا عرفوا إحنا الشباب الجزائري أصبحت الأفات الاجتماعية جدا منتشرة وكتسحت كل المجتمعات وشباب تانا بالتالي أنه سوى الإلكتروني في حد ذاته يعطيه فرصة أنه يراجع نفسه لأنه يراجع نفسه خاصة بالنسبة للعقوبات أو الجرائم نقدر أن نقولها بسيطة نعم حتى أنه تضمن تسليط أقصى العقوبات على المعتدين على الآئمة نعم فيما سبق كانت الآئمة والأطباء استفادوا بنصوص قانونية ولكن هذه الخطرة شملت كل الفئات لأنه تعرف بالنسبة للمعلمين كذلك أصبحوا يتعرضوا لإحتداءات وغيرها أنه هذا النص القانوني كذلك شمل جميع الفئات كانت مقتصرة على الأطباء الصيادلة وغيرهم ولكن الآن نقدر ونقول أنها مست كل الفئات كذلك كنقطة مهمة ما تهلق بحماية حماية المرأة من العنف نحن نعرف مؤخرا نشوف عدة جرائم الزوجة رتكب جريمة ضد الزوجة تاو مجرد أنها رفعت دعوة خلع أو دعوة تطليق أو إشكات به نتيجة العنف التي تعرض له هل هناك من يرمي لسيد على وجهها ليقتلها هل هناك العديد من الجرائم تمتسجها نعم هذا القانون ومشروع القانون العقوبات جاء بنصوص قانونية تحمي المرأة من العنف وتحمي حتى المجني عليه أنه يتقرب منها الضحية بالتالي هذا نص مهم جدا لأنه مجرد أنه يتقرب عليها أو يحاول يتكلم معها أنه المباشرة تكون متابعة قضائية ضده نعم شكرا لك يا مينا ننتقل مباشرة إلى المجلس الشخبز الوطني المتابعة إذن كلمة قبل الفاصل وقبل المباشر كنا نتحدث عن المقترحات التي جاءت أو أهم المقترحات التي جاءت في مشروع قانون العقوبات ومن بينها نجد تشديد العقوبات في جرائم التصوير وأيضا الوضع تحت المراقبة الإلكترونية نعم جاءت بعض النصوص قانونية جديدة تتعلق بالعقوبات التكملية أو العقوبات البديلة عفوا تتعلق بالعمل لصالح النفع العام وكاين السواء الإلكتروني هنا فيما يتعلق بالعمل لنفع العام نقوله هذه نص قانوني جديد يتكلم بالنسبة لبعض العقوبات أنه كما نقوله هنا في مكان السيجن أو التقييد من الحرية يروح المجني عليه يعمل لصالح النفع العام سواء لجمعيات المعترف لها بالمنفع العامة أو هيئات أخرى عمومية هذه النص المادة يحيننا أنه حالياً نحن كانوا تكلموا على شهادة ثوابق العادلية أنه المواطني كان سبق له وتعرض العقوبة أو ما شابه يقدر يعمل في المؤسسات ولكن كانت صدرت هناك تعليمة على ما أعتقد تلزم المؤسسات أنها ما تطلب شهادة ثوابق العادلية ولكن في الواقع الحقيقي أنه كل مؤسسة يقدم طالب العامل تطلب له شهادة ثوابق العادلية لكن كي نرجع لهذه النص المادة هذه بمفهوم مخالفات تلزم أن المؤسسات أنه الشخص اللي يتعرض لعقوبة أنه يخدم لدى المؤسسة حتى وعنده عقوبة سالبة الحرية أو استبدلت بالنفع العام بمعنى أنه هذه شهادة ثوابق العادلية أكيد مستقبلاً رح تلغى من الوتائق المطلوبة لدى العمل كذلك فما تعلق بالسوى الإلكتروني اللي كانت تنظم سابقاً ولكن في مشروع القانون العقوبات الجديد نظمه في إطار منظم فيما يتعلق بالناس اللي تستفاد من السوى الإلكتروني وما شبه هذه كذلك رح تنقص من عبء العبء في المؤسسات العقابية خاصة تعلمي أنه نسبة الجرائم ارتفعت بعادة كبير المؤسسات العقابية رهي مكتضة وكل هذا رهي نقوله بلأنها تمثل بخزينة الدولة لماذا؟ لأنه احنا نتعلم داخل مؤسسات هناك عمال هناك الأكل الشرط على المساجين وغيرها من المستلزامات اللي تصرف منهم الدولة وبالتالي كي تكون هذه العقوبات البديلة أكيد رح تنقص من عبء المؤسسات وإحنا كمنتدى الحقوقيين كنا قدمنا مقترحاتنا فيما يتعلق بمشروع قانون العقوبات سابقا لدى اللجنة القانونية لدى البرلمان كذلك كنا تكلمنا ما يتعلق بنظام الكفالة أي أنه المجني عليه يدفع كفالة عن كل يوم متوجد يعني بحرية كنا تمنين أنه هذا القانون يتناولها لأنه نقول بأنه نظام الكفالة ومعمول به في جلد دول العالم تمني نحن كذلك يسن في هذا القانون ولكن يبقى الأمل موجود في تعديلات أخرى مستقبلة إن شاء الله إن شاء الله كانت عادكم لقاءات وجلسات استماع مع أعضاء لجنة شؤون القانونية ما هي المقترحات التي قدمتوها أنتم كمحامين وكخصائيين في الشرق المتحدة؟ سيفا عما مشروع على قانون العقوبات كنا في فترة سابقة كنا نقشنا قانون العقوبات وقانون إجراءات الجزائية لدى لجنة القانونية لبرلمان فيما يتعلق بقانون العقوبات جلل تعديلات اللي جاءت جاءت سليمة تحمي الضحايا ما تمش بالحقوق وبحرية المواطنين إلا أننا كنا قدمنا بعض الإضافات فيما يتعلق بالعقوبات البديلة كذلك كان عنا تحفظ على بعض النصوص القانونية فيما يتعلق بإضافة حماية للقوة العمومية وغيرها ولكن في المجمل كانت نصوص لا بأس بها كذلك كنا تكلمنا فيما يتعلق بحماية الضحايا المشروع جاء بنصوص قانونية جديدة أنه تمنع المجني عليه أنه يتصل بالضحية نحن تعرف في بعض الأحيان جيران أنه واحد يشتكي بالآخر يعود يقول لي ليه يبدأ يهدد فيه لأن هنا القانون منح السلطة للنيابة العامة وقد يتحقق قد الحكم أنه يصدر تعليمة أنه هذا المجني عليه ما يتصلش بالضحية تقدر تصل حتى ثلاث سنوات نعم في السيق الحديث عن مشروع قانون المعدل لقانون العقوبات يعني هذا القانون أو مشروع قانون هذا تضمن إجراءات غير مسبوقة يعني إجراءات جاءت لأول مرة من بينها السوار الإلكتروني من هم المساجين الذين يحق لهم الحصول على هذا السوار؟ سوار الإلكتروني كما تكلمنا كان منصوص عليه في قانون تنظيم السجون سابقا ولكن لم يفعل لكن في قانون العقوبات الحالية جاء بمعطايات جديدة ما تعلق بالمجني عليهم اللي يكونوا أول مرة أنهم تعرضوا العقوبة أو متابعة قضائية خاصة نعرف إحنا الشباب الجزائري أصبحت الأفات الاجتماعية جدا منتشرة وكتسحت كل المجتمعات وشبابنا بالتالي أنه سوى الإلكتروني في حد ذاته يعطيه فرصة أنه يراجع نفسه لأنه يراجع نفسه خاصة بالنسبة للعقوبات أو الجرائم نقدر نقولها بسيطة نعم حتى أنه تضمن تسليط أقصى العقوبات على المعتدين على الآئمة نعم فيما سبق كانت الآئمة والأطباء استفادوا بنصوص قانونية ولكن هذه الخطرة شملت كل الفئات لأنه تعرف بالنسبة للمعلمين كذلك أصبحوا يتعرضوا الاحتداءات وغيرها أنه هذا النص القانوني كذلك شمل جميع الفئات كانت مقتصرة على الأطباء الصيادلة وغيرهم ولكن الآن نقدر نقول أنها مست كل الفئات كذلك هناك نقطة مهمة ما تهلق بحماية حماية المرأة من العنف نحن نعرف مؤخرا نشوف عدة جرائم زوجة رتكب جريمة ضد زوجة تاوه مجرد أنها رفعت دعوة خلع أو دعوة تطليق تالي أو إشكات به نتيجة العنف التي تتعرض له هل هناك من يرمي لها سيد على وجهة ليقتلها هل هناك العديد من الجرائم تمتسجها نعم هذا القانون ومشروع القانون العقوبات جاء بنصوص قانونية تحمي المرأة من العنف وتحمي حتى المجني عليه أنه يتقرب منها الضحية بالتالي هذا نص مهم جدا لأنه مجرد أنه يتقرب عليها أو يحاول يتكلم معها أنه المباشرة تكون متابعة قضائية ضده نعم شكرا لك يا مينا أيضا ننتقل مباشرة شكرا لك